السلام عليكم درس اليوم هو الجزء الرابع من الأسس أو القوى تكون عندنا قاعدتين قاعدة جمع وقاعدة ضرب الأسس متى أجمع الأسس ومتى أضرب الأسس هذا هو درسنا لهذا اليوم الآن القاعدة تقول إذا كان عندي X أس A ضرب X بحيث أن الأسسات متوحدة كل اللي علي أن أجمع الأسس يعني أقول X A زاد B الآن إذا كان عندي X وفوقه أس A وفوقه ثاني أس يعني هذا A وفوقها أس ثاني B كل اللي علي أن أضرب الأسس إذا متى أجمع الأسس إذا كان عندي أساس وأساس متوحد ومضروبات في بعض يعني كل هذا ضرب هذا فأجمع الأسس إذا كان عندي أساس واحد وعليه أس وهو الأس عليه أس ثاني B فشو بسوي بضرب الأسس الآن 2 أس 2 ضرب 2 أس 3 اللي بطبق هذا هو عبارة عن القاعدة الأولى اللي هي بقول 2 أس 2 زاد 3 والجواب 2 أس كم؟ أس 5 الآن الثاني اللي هو 2 أس 3 والثلاثة مرفوع للأس 2 اللي هي القاعدة الثانية فكل اللي علي لي بقول 2 أس 3 ضرب 2 الأس الأول ضرب الأس 2 والجواب 2 أس كم؟ 2 أس 6 3 أس 2 ضرب 3 أس 4 نفس الشي بجمع الأسس الأساس واحد اللي هو 3 فبقول 2 زاد 4 والجواب 3 أس 6 سالب 3 أس 3 ضرب 3 أس 4 كل اللي بسويه السالب ثلاثة ثابتة وبجمع بقول 3 زاد 4 والجواب سالب ثلاثة بخلي الأقواس ثلاثة زاد 4 بكم؟ سبعة سالب ثلاثة أس أربعة ضرب ثلاثة أس 5 أنا أركزه عندي أربعة والأربعة عدد الزوجي وذكرنا في الدرس السابق أن الأربعة الأس لو كان عدد الزوجي فالسالب ما لها أي تأثير فبشيلها فبقول هذا عبارة عن ثلاثة أس أربعة طبعا السالب لازم تكون تحت القوس اللي الأس مرفوع له ثلاثة أس أربعة ضرب ثلاثة أس 5 فكأنه الآن بتعامل مع هذا كأنه سؤال جديد فهي عبارة عن ثلاثة أس أربعة زاد 5 والجواب ثلاثة أس 9 سالب ثلاثة أس ثلاثة ضرب ثلاثة أس أربعة الآن هذه الثلاثة هي عبارة عن عدد فردي إذا كان عدد فردي طلع السالب بره كأنه القوس مش موجود فالرح تضل السالب وبقول ثلاثة أس ثلاثة ضرب ثلاثة أس أربعة كأني بكتب السؤال مرة ثاني بدون أخواس ليش؟ لأن الثلاثة عدد فردي فالعدد الفردي يخلي العدد السالب موجود ولا يشيله كما يكون عدد زوجي الآن السالب هذي رح تضل موجودة ثلاثة أس ثلاثة ضرب ثلاثة أس أربعة هي عبارة عن ثلاثة أس ثلاثة زاد أربعة اللي هي سالب ثلاثة أس سبعة اثنين أس أربعة ضرب أربعة أس خمسة لاحظ الآن المشكلة اللي عندي أنه الأساسات مختلفة أساس اثنين وأساس أربعة شو اللي أسوي؟ أوحدهم يعني أكتب أكتب الأربعة عبارة عن إيش؟ ثلاثة أس أربعة رح أخليها الأربعة رح أشيلها ورح أقول ثلاثة أس كم؟ ده الأس خمسة الآن القاعدة اللي قبل شوية ذكرتها إذا أس وعليه أس بضربهم في بعض فبتكون ثلاثة أربعة ضرب ثلاثة أس كم؟ أس عشرة كأنه هذا سؤول جديد فصال ثلاثة أس كم؟ أس أربعة عشرة لأنه جمعت الأربعة زاد زاد عشرة ثلاثة أس أثنين ضرب واحدة ثمانية أس أثنين الأساس هذا الثلاثة بس هذا الأساس واحدة ثمانين بس أنا أعرف أن الواحد ثمانين هي عبارة عن ثلاثة أس أربعة فبقول ثلاثة أس أثنين ضرب هذه ثلاثة أس أربعة شئلت الواحد ثمانية حطيتها ثلاثة أس أربعة لكل أس أس أثنين فهي ثلاثة أس أثنين ضرب الأربعة تنضرب في الاثنين والثلاثة أس كم؟ أس ثمانية الآن هذه عبارة عن 3 للأس 2 زائد 8 اللي هي 3 للأس 10 سالب 4 أس 3 ضرب 2 و 6 لاحظ أول مشكلة لازم أتجاوزها اللي هي الإشارة بس 3 هي عبارة عن عدة فردي فالسالب يبقى رح يكون سالب 4 أس 3 ضرب 2 و 6 الآن أوحد الأساسات فالسالب رح تضل الأربعة بقدر أكتبها أساس أنها 2 أس 2 للكل أس 3 وركزوا أني الأقواس حطيتها بس حول الـ 2 السالب هذه ضلت نفس ما هي ضرب 2 و 6 الآن السالب رح يضل 2 أس كم 2 ضرب 3 هي 6 ضرب 2 و 6 فيما أجمع بقول هاي السالب 2 و 6 ضرب 2 و 6 هي عبارة عن 2 أس أس 11 5 في سالب 25 أس 2 لأنه 2 عبارة عن أدد زوجي فبقول 5 أس 4 ضرب 25 رح تضير من عندي الإشارة السالب فرح تضل 25 أس كم أس 2 أنا بعرف أن 25 عشان نوحدها مع 5 هي عبارة عن 5 أس 2 فرح أقول 5 أس 4 ضرب 5 أس 2 للكل أس 2 وهذه 5 أس 4 ضرب 5 أس 4 لأنه 2 رح يضرب في الـ 2 فهذه عبارة عن 5 أس 4 زائد 4 بتساوي كم؟ بتساوي 8 سالب 9 أس 3 ضرب 3 أس 2 للكل أس 3 ضرب 3 أس 2 سالب الـ 2 رح تضرب في الـ 3 بعناها 3 أس كم أس 6 ضرب 3 أس 2 فالسالب رح يضل الـ 6 والـ 2 رح يجمعهم رح يكونون 3 أس كم؟ أس 8 الثانية 125 ضرب 5 أس 5 125 معناها كأنها أس 1 لكن أنا بعرف أن 125 عبارة عن 5 أس 3 فأغير 125 إلى 5 أس 3 والـ 1 هذا كأنه ليس موجود لأنه 3 رح يضرب بالـ 1 رح يضل 3 ضرب 5 أس أس 2 إذن شلت 125 وكتبت مكانها 5 أس 3 فهذه عبارة عن إيشام أجمع الأس 5 أس 5 سالب 3 أس 2 ضرب 81 أس 2 الآن ركزوا أن الـ 2 مش موجودة كقوس إذا كان في قوس عندي حول الثلاثة رح تشيل السالب لكن السالب رح يضل لأن الـ 2 فقط على الثلاثة وهي بكتبها عبارة عن 3 أس 2 الـ 81 أس 4 لكل أس 2 وهي سالب 3 أس 2 ضرب 3 أس الأربعة ينضرب في الـ 2 ثلاثة أس 8 السالب رح تضل 3 للأس كم 2 وثمانية بكم 10 سالب 4 للأس 3 وثمانية للأس 5 الآن ما بقدر أكتب الثمانية هي عبارة عن 4 أس شيء لأن 4 أس 1 بأربعة 4 أس 2 بـ 16 عددها الثمانية فالآن أركز هل في عدد بين الأربعة والثمانية بحيث أنه هذا العدد للأس معين يعطيني أربعة وهذا نفسه العدد للأس يعطيني ثمانية نعم لتنين فالأربعة السالب رح تضل سالب الثلاثة ما لها دخل بالسالب هذا الأربعة أكتبها عبارة عن 2 أس 2 لكل أس 3 ضرب الثمانية هي عبارة عن كم 2 أس 3 للأس كم للأس 5 الآن السالب رح تضل 2 أس 2 2 2 2 2 3 6 2 أس 6 ضرب 2 أس 3 بـ 5 بكم 15 فالسالب نفس ما يكون رح يضل 2 أس 6 والـ 15 بكم 21 أخيراً 9 أس 4 ضرب سالب 27 أس 2 أجين 27 لا يمكن أحطها عبارة عن 9 أس شيء ولذلك بأخذ أي رقم مشترك بين 9 و 27 لهو الثلاثة فالتسعة هي عبارة عن 3 أس 2 للكل أس 4 ضرب السالب 27 أولاً السالب أنا رح أطيرها لسبب بسيط لوجود الاثنين والاثنين عدد زوجي والاثنين على القوس فالسالب كانش مش موجود 27 هي عبارة عن كم 3 أس 3 للكل أس كم 6 أتنين معناها 3 أس الاثنين تنضر في الأربعة بثمانية ضرب 3 أس الثلاثة في الاثنين رح يكون كم 6 فهذا عبارة عن 3 أس أس 14 3 أسفل وقفتر في الاثنين رحل الاثنين رحل تنضر في قوسك